حد آب احنا مسجلين في كافة محافظة القطر اكثر من 23 ألف دعوة عنف أسري 23 ألف دعوة عنف أسري فقط في بغداد لا لا محافظات العراق مع الشمال لا لا باستثناء القليل كوردستان باستثناء القليل لدينا اكثر من 10 تا 6700 حالة صلح وتراضي هم كافة محافظات القطر يعني شغلنا جاي يجيب نتيجة انتوا دا سهلون الامور على العوائل وعلى القضاء بالضبط بعضهم يقول لك لا انت ليش يسهل لامور احتمال يصير جريم تقتل احتمال ما احنا يشوف يسد احنا غايتنا من تحييد العنف الأسرين حيدة حتى لم يشمل شنو شراح نستفاد احنا ما راح يطلقون الزوج والزوجة والأولاد يشملون بالشارع مثل ما تصير هواية الزوجة على عناد الزوج ما تستلمهم والزوج كذلك على عنادها ما راح يسلمهم وشفنا بها مواد فيديوية ايضا وتالي بالشارع يستغلون من قبل ما فيها التسول ما فيها تجريم المنظمة نحاول جهد امكاننا ولكن وحدنا ما نقدر و جانب العشائري وحدنا ما نقدر الجانب العشائري مفروض الجانب الاعلامي الجانب المجتمعي لا اقصد الجانب العشائري يتدخل بعملكم ايضا هناك دور عشائري اذا فعلا بعضهم يحلون الموضوع يعني يحاولون لجانب الاسرة يعني يرقبون الصدع اذا كانت مثلا تحرضت العنف قاسي جدا هي تعرض لل احنا اذا كان بيكسر وعوق ما بيها مجال نحيل عن القضاء بس مرات يحالون يحلوها هم وبياناتهم وبالتالي هي تروح للقضاء تتنازل اذا حبت تتنازل احنا دائما بالعادات كنا نتحدث نقول للمرأة اللي اكثر فيه تتعرض لقلوم اليوم اي فئة من فئات الاسرة اللي تعرض لقلوم الطفل على الاغلب بالحصائية احصائياتنا 57% من حالات العنف الزوجة تتعرض لعنف الاسرة من قبل زوجها ما زلنا بالاستمرارية بمعدل ان المرأة هي المطلوبة احنا تقريبا كل شهرين اسول احصائية واشوف الزيادة يعني ذاك الشهر كانت 17% اعتداء الزوجة على الزوج بهاي الشهرين صارت 14% نزل الاعتداء اعتقد كانت بكين زيارة وكانت سسمة فنتخفض شوية المستوى 14% صار كانت 17% صارت 14% مثلا اعتداء ما بين الأخوة والخوات هو 6% اعتداء الآباء على الأبناء 4% اعتداء الأبناء على الآباء 10% شون شون احضر بس هاي المعارضة ما هي هاي الأبناء الأب مثل ما بالمحمودية جاءنا من الحنطنق حط الساخن ابن يعنف أبوه وأمه وأخوه ومزجلهم سناسل انتقننا تقريبا ساعة الحادج عشر ليلين وفعلا على التقيت لقناهم فعلا مزنجلين لأخ حدرج حالموا هاي الحالات مصورها تم القبض عليها يقول أنا خاف عليهم لا ينهزمون أخاف عليهم لا يتخاف ليشون بهم زهيمر نوعا ما دولنا إفاداتهم حناهم القضاء تحفل حضرتش حدعا ومستمر هاي يعني إحنا يوميا قتلتش 80 إلى 100 دعوة نستقبل كالخوص هاي أكون محكمة مختصة للتعامل لها القضايا حاليا لعدم إقرار القانون ما أكون محكمة مختصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر